هل على المعتمر طواف وداع إلى ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج هل المثل اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يقول إن المعتمر ليس عليه طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عام حجة الوداع فقال لا ينفر أحد حتى يكون أهله بالبيت فقد خاطبهم في الحج ولم يخاطبهم في ذلك في العمرة حينما اعتمروا عمرة القضية فدل هذا على أنه لا يجب إلا في الحج فقط وقال آخرون في ناحية العلم أن طواف الوداع يجب على الحاج والمعتمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت وكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكره في عمرة القضية لا منع الوجوب لأن هذا مما تجدد وجوبه فلم يجب إلا في حج الوداع وأيضا فإن العمرة حج أصغر ثم حجا على سبيل التغليد وعلى سبيل المجاز لأن فيها الطواف والسعي وأيضا الوجوب أن هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو تحييث القدوم فين بغي أن يختم بطواف هو طواف الوداع وأيضا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في وجوب الإحرام من الميقات لمن قصدها فكذلك يجب أن تكون مثله مثل الحج عند الخروج وأيضا فقد روى الترمذي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ودع عليه حين الإذن يعني أنه قدم مكة مؤتمرا فطاف وسع وحلق أو غصر ثم خرج ثورا فهذا لا يجب عليه الوداع حين الإذن لأن الطواف البيت قد حصل وقد ترجم على ذلك البخاري وأحمد الله في الصحيح هل الوداع في العمرة واجب؟ إذا اعتمر الإنسان وخرج من مكة من خين انتهى من العمرة فلا ودع عليه اكتفاعا بالطواف الأول وأما إن بطي في مكة فإنه لا يخرج حتى يكون آخر آهته بالبيت بالبيت الطواف ولكن هل الطواف العمرة واجب أو مستحب الذي نرى أنه واجب وأنه يجب على المرء أن لا يخرج من مكة بعد العمرة إلا بطواف فواف الوداعا لتنتهى من جميع الأمور لأن العمرة تسمى حجا أصغر كما في عديد عمير الحزم المشهور الطويل ولأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لي أعلى بن أمية اصنع في العمرة كما أنت صانوا في حج فأكون الأصغر تساوي النسكين الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به كالوقوف والمبيت والرمي ولأن الطواف أحوط وأبرع للذنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منطق الشبهات فقد استبرى بدينه وعرضه والقائمون بعدم الوجوب لا يمكنون أنه مشهور وأن الإنسان يساب عليه ويؤجر عليه نعم ترجمة نانسي قنقر